الرحمن الرحيم طافي من ممين تلك آيات الإجابي نتلو عليك من نبه نوتا وفتعون بالحق لطولين إن فتعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا نستضعف طائفة منهم نذفع أبناءهم ونستحي نتاءهم إنه كان من المسجدين ونريد أن نمنع للذين السفيف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوادقين ونمسكن لهم في الأرض ونريد تعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أنه من ساء ونضعيه فإذا كث عليك ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راب طلب إليك وجاعلوه من المرسلين فانسقطه آل فتعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فتعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فتعون فرة عيني ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخده ولدا وهنا إشعرون وأصبح فؤاد أمه موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أصبطنا على قلبها لتقوم بنا المؤمنين وقالت لأسره القصير فبصرت به عن جنب وهنا يشعرون وحظمنا عليه المرابع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يسهدونه لكم وهن له ناصرون فرددناه إلى أمه كيف قطع عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله قصر ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغا شده والسوى آتيناه أكثر وعلمان وكذلك نجزي المسلمين ودقل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يحدثنا هذا من شيعةه وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعةه على الذي من عدوه فوكزه موسى فقطاعين قال هذا من عدل الشيطان إنه عدو من ضل المبين قال رب إني ظلمت نسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفر الرفين قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ضهيرا للمجرين فأصبح في المدين بطائفا يترقب فإذا الذي استنطره في الأمس يستطرقه قال له موسى إنك لغريب فلما أن أراد أن يبقش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تطلني كما قتلت لفتا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المثمتين وجاء رجل من أقصى الذين في أسعى قال يا موسى إلا الملأ يستمعون بك ليقتلوك فاخرج من خيمة من الماطبين فخرج منها طائفا يترقب قال رب نجلي من القوم الصالمين ولما توجه في القراء مذين قال عسى ربي لن يهدي في سراء السبيين ولما ورد ما أمد ين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه مرأتين تذوتان قال ما خطبكما قال شاء لا نسقي حتى يصفر الضعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تغلى إلى الظل فقال رب إني رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إشداه ما تمشي عليك قالت إن أبي يدعوك ليجذيك أجرما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصف قال لا تقص نجوت من القوم الصالمين قالت إشداه ما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القويل الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتين أبتين على أن تأجرني ثمانية جد فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان عليك والله على ما نقول وكير وكير ترجمة نانسي قنقر